اشتركوا في القناة وشكر صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال اللقاء قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس على جهودها الطيبة التي بذلها خلال فترة عمله مشيدا معاليه بالعلاقات القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشده تلك العلاقات من تطور ونمى خاصة على الصعيد العسكري كما وتم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة واللواء الركن بحري يوسف أحمد ملالله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين واللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات واللواء الركن بحري محمد يوسف العسم قائد سلاح البحرية الملكي البحريني وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين